ده المحور الاولاني المحور التاني محور التاني ان احنا اتهنى ان احنا ايه اتهنى وفي شتيمة حصلت في رجالة مصر في شتيمة حصلت في اتجالت ايه مصر قالك البلد يا فاش واضل وعلى طبق ما فياش واضل طلع طبعا النهاردة في فيديو جاب مرش ديخ جاب ايه مرش ديخ وعايز اقول لك بعد كده يا يا اخ لما تيجي تصور بعد كده فيديوهاتك وبقعد بقلاش الوقفة اللي انت بتقفض ليه قعد لاني سامع ركبك بتخبض في بعض سامعها انا سامع ركبك بتخبض في بعض فتقعد يا حبيبي بعد كده بدل ما انت عمال تلوش بدل ما انت عمال ايه تلوش فلما بعد كده تيجي تعمل هدوك قعد ده رقم واحد رقم اتنين واحنا هنقضيها كده يعني النهاردة تبقى فيه تصريحات خطيرة زي كده تمس بلد بمؤسساتها قدامها اي عام عالمي هتطبق على البلد بفيديو 16 دقيقة يعني ده كده اطلع عشت وهين واعمل وساوي وبعد كده اعمل فيديو اقول لا مش انا لا والله لا لا مش انا ده متفابك ده بوسني ده ورجالة والله يعني هل احنا هل احنا مؤسساتنا وقانوننا هنبقى ضعفة لغاية كده او احنا مثلا يعني سزك كده لا طبعا لا طبعا الموضوع ده مش هيتلم بالفيديو ده ليه مش هيتلم بالفيديو ده ليه مش هيتلم بالفيديو ده انت اطلعت طبعا وسقت حاجاته بتاعه مش عايف ايه وقلت ايه الفيديو خليكم معايا واحضروني علشان الكلام يبقى بالعقل وبالايه وبالمنطق فيه فيديو نزل على الانترنت انت شتمت فيه الخطيب طلعت قلت انا عمي ما شتمت الخطيب ماشي ولا مش ماشي طلعت شتمت فيه الرجالة بتاعة مصر قلت مصر مفياش هاجل ودوت كده ايما انت خط في حاجات كده وطلعت قلت لا بلد كلها بلد كلها ايه قصود لا شافش مشكلة خالص يبقى انا معنديش ايه مشكلة خالص الفايصل ما بيننا ايه الفايصل ما بيننا ايه لا والله الفيديو طلع لا والله مش بتاعي ما ديش دقوة بيه ما حصلش مش صوتي ما ديش دقوة بلينا لا طبعا احنا مش مش هبل ولا احنا عبت ولا احنا سزج ولا احنا هنسيب حقنا كده ولا انا شخصينا سيب حق كده ولا الخطيب هيسيب حقه كده كابت محمول الخطيب يعني عشان طلعت المرض جبت مرشدير وقلت انا اسف وبتاعه اعتذرته ودلدلته جبت مرشدير وخايفه ومرعوبه ومرعوشه وبتقدم اعتذاره بالطريقة وباخره ها هتتلم لا يا حبيبي لا يا بابا كل واحدة ااخد حقه يا حبيبي كل واحدة ااخد ايه حقه ليه بقى كل واحدة ااخد حقه لان فيه فايصل ما بين ايه فايصل ما بيننا النهاردة فيه فيديو نزل انت بتقول ان دوت مش بتاعي لا فيه النهاردة حاجتين فيه حاجة اسمها بصمة صوت وفيه حاجة اسمها خبرة تاني فيه حاجة اسمها بصمة صوت وفيه حاجة اسمها ايه خبرة بصمة الصوت دي الاجهازة موجودة في الدنيا كلها تقدر تعرف كوي طبعا ليه احنا يهمنا من الفيديو ان الصوت ده اللي موجود فيه بتاعك ولا مش بتاعك احنا الصورة هتفعي معنا في ايه الصورة ما كانش فيها حاجة مشينة الصورة ما كانش فيها حاجة ايه موشينة يعني والله عازو بالله حلكه بزيقه وضعه مخل ا ا ا حاجاتαν يعني الصورة ما فيهاش ولا قصف ولا سب ولا خدش بالحالة مش موضوعنا الصورة مش موضوعنا احنا موضوعنا مش الصورة احنا لما جينا صورة ولما جينا قضبنا ولما جينا تقدمنا ببلاغات ولما جينا قلنا عاوزين حقوقنا ولما جيه اتغلط فينا اتغلط فينا بايه بالصوت ولا بالصورة صوت صح هو عمل مثلا حركة للدولة بايده مثلا او ببقه او بايده التاني اي حاجة ما عملش ما عملش الغلط اللي حصل غلط بالإيه باللسان فانا اللي الفايصل ما بيني وبينك صوت مش صوت والصوت ده ليه موضوعين فيه فيه حاجة اسمها بصمة صوت وفيه حاجة اسمها خبر اللي هو خبر الاسواد بتقول الزعوة التلفزيون يقولوا لنا يقولوا لنا صوتك ده صوتك اصلا هيقولوا لنا يعني هيجيبوها هيجيبوها ده ما فيهاش تهريج لان انت بتتكلم انها ده في موضوع رأي عام انت خلطت في فلد انت خلطت في مؤسسات انت خلطت في نظام انت خلطت في اجهزة وما خلطتش في مصر بس ده السوشل ميديا مسماعة برا العالم فالنهار ده الدولة المصرية مطالبة مطالبة ان هي بجوء تجيب حق نفسها كأجهزة وحق رجالتها ورجالتها قدموا بلاغات والكلام كده ماشي صح ولا احنا غلطانين بنقول حاجة غلط لا سمح الله فيه غلط حصل عايزين الغلط ده ايه اللي لو حقق ياخده الفيصل ما بيني وما بين حضرتك ايه صوت هتقول لانا عندي حصانة فمش هينفع روحي اتاخد بصمة صوتي يبقى انت النهاردة الفيديو ده تمسحه الفيديو ده ايه تمسحه اللي انت لسه عامله من شوية ده وعمل عنوان قدي كده وبتاعه وجاي فيه حاجات من الشرق ليه لان انت طالع بتقول مش بتاع احنا بنقول انت طلعت شتمتين انت بتقول انا ايه ما شتمتش انت شتمت الخطيب والخطيب ما قدم بلاغات الخطيب قال انت قلت ايه والله ما شتمت طلعنا قلنا انت اهنت الدولة واهنت رموز الدولة واهنت مؤسسات الدولة واهنت رجالة الدولة قلت لا والله انا ما قلتش الدولة كلها صوت حلوة اول يعني احنا النهاردة بنتهمك اتهام ماشي وانت بترد علينا لا ترد علينا لا بالبوق بالبوق ولا في اسباب والله انا طالع بكرة الصبح على الخبرة علشان ياخدوا بصمة صوتي ويضهوها بسيطة وفي مقدم بلاخات في الناس دي في الرجالة دي 14 وقت دول خدولنا حقينا مع بس خلاص ده الفايصل اللي ما بيننا انما مش هنتوه مع الايه مع الدوخة ومش هنتلهي مع اللهاية مش هندوه هنتوه مع الدوخة ولا هنتلهي مع الايه مع اللهاية اوكي وبعدين انت تاريخك بالنسبة لنا انت تاريخك بالنسبة لنا اهو مرتدى منصور انت واسمت عارف دبيل مصر انا ضد مصر انا ضد مصر انا ما بكرش انا ضد مصر تاريخك بالنسبة لك قبل كده في فخامة الرئيس لو مستك اطلع قولمي الصورتي مفابرك برضو وناخد البصمة هو بالبط يعني انا ان هارد اطلع عغلط في اي حد في مصر واجب اي عاي بيصرب الفيديو وبعد كده اعمل لكم فيديو على القناة قولميش انا ينفع ولا ما ينفعش ايه ينفع ولا ما ينفعش ايه ما ينفعش وما ينفع فيه حاجة اسمها بصمة صوت وفيه حاجة اسمها خضا روح اطلب انه هم ياخدوا بصمة صوتك علشان تتم ايه طب وقتك انت ما انتخلطت في فخامة الرئيس قبل كده فيديوه ليك فيديوه ليك نسمع قالك انا ما بخافش بقول ثالث احنا ما بنخافش متفاهمين اقصدين يبقى اللي مش معاكش بزد دولة ايه العرف ده انت عايزة نقلب عن راجل ولا ايه دالي ولو قلبت دالي اختصد دالي انا ما بخافش من حد انا لو قلبت ما بخافش من حد تحديد اخر تحديد اخر فيديوهات و ايه الفيديو ده ممتشر على موقع التاصل الاجتماعي ولفات ملايين شافوه ملايين شافوه نعمل هم ملايين الشواء ملايين شربان هم ملايين شابوه شبابي اللي هو متعليمين عليه وقللك الشبكة صحة بالسيسي والسيسي العلانة عشان بالشبكة ازاي مرة تانية بيتكلم مع معالي فخرامة رئيس الجمهورية او لما قلت مبارح ان الامور في تصاعب كان عندي حق لما قلت مبارح لما قلت مبارح ان تساب له الحبل على الغارب كان عندي حق مصر دولة ليها هيبة مصر دولة ليها هيبة هيبة الدولة من هيبة رجالها وهيبة مؤسساتها فمن فضل حضراتكم ايها الرجال المسئولين في مصر حافظوا على هيبة الدولة وعلى هيبة حضراتكم مرتضى احمد محمد منصور ابو العلا اعتاد ان يقصر هيبة الدولة في كثير من الاحيان وكلامي مش مرسل كلامي بالدليل اهو اهو فمن فضل حضراتكم حافظوا على الدولة اللي احنا تعبنين فيها وانتو تعبنين اكتر مننا فيها احنا وطنيين ومنحب البلد دي الموضوع وصل هنا والناس بقت هنا نكمل اشتركوا في القناة ايه افضح لبني الكلب ومحدش بجمالة متحاجة وانا لما روحت ومزال قلت السيسي ماخدتش خدمة لبني حاجة ولا وعد ولا حيز افاو حافظ ولا وزير ولا حاجة انا نزلت متراعي وتحضير اخير لو اتكلمت هقلم الدجم وانت كتير لو اتكلمتوا انا اكتاني هقلم بط والعالم بجاء تحزيني اخير. دعم الدولة من بكرة يتريك. واللي هقول لي بكرة دعم الدولة. انو حامل له مطاور صورة. تعال اقول لي بقى الدولة بقى. والنظام بتاعك عمل ايه? والسجن يحكي بقى. والسفريات والعشوائيات عم يدين عقوله. مجددني بسوين كمين في الدولة. ما بخافش. قد بعد كده. انا هقل بيديني على مصل كلها. ما بخافش. لا احنا مش عالين عند حد. ولا شعر نوصل كتاز. واحنا فوت لحاجات كتير. وفيها جماعة. دولة ايه تكلموا عنها. وتعصي فيكم. ده حقي. يا كلاب يا ولادي الكل تاني. يا ولادي الكل. والراجل ينزل ده دي فينا. اي دي فينا راجة تاني. الراجل يعمل ده. وانا بيهز شعرها لمعافزة. من لمعافزة. الهالم زبتك يا سفنة. مرة صيعة. ايه الخارة ده. يدخل الله يا كلب يا وسخ. انا ما بخافش من الحاج. الراجل كان جاور زخري. لعد امك اللي هنزلها ده راجل سادسة. انا مسح ليه وارمي في المده. وعطاب قادم. يا كلاب يا ولادي الكلب. يا ولادي عبي جابل. مين المتسول ده? بتاع رشا. وما بخافش. اه يا لمياه. بتاعي ما بخافش. بتاع حبا. بتاعي ما بخافش. بتاعي ما بخافش. بتاعي هادي حنان. لا انا. وحيات محاسن. والتالي. اتخذ براتك مهات. انا اعرف. ايه الشيس. والله ما هو بتركي بسيئة. ما بيش بشتري. هادي بتنوني. هتلفوا لعضايا. انا عامل فيديو سيبوا يا ولادي. ايه خلصة. من امن العقاب اساء الادب. هو ده مرتبة احمد محمد منصور ابو الله. هو ده. هو ده تاريخه او جزء من تاريخه معانا. هو ده جزء من تاريخه معانا. هو انت طالد مني ايه? اسمع فيديو زي بتاع انبارح. واقول لا. ليه? هو كان الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ولا ايه? ده مرتبة منصورة. ولا كان الدكتور علي جمعة? تكلمه في ايه? يعني المفروض النهار ده انا لما بقى اسمع. اه. يعمل كده اه يعمل كده. يقول كده اه طبعا يقول كده. اذا كان ده تاريخه. اذا كان ده تاريخ مواجهاته للدولة وللنظار. او جزء من تاريخه. في مواجهاته قدام الدولة وقدام الايه? وقدام النظار. تعاوز ايه? عايز بعد الليلة دي كده ما حصلت. وبعد ما تم من الايهانات دي على مرأة ومسمع من مصر والعالم. من مصر والعالم. تعمل لي فيديو. 14-15 دقيقة. تطبطب فيه على الخطيب. وتجيب فيه مرشدير. وتقول مش انا وساموا عليكم. عليكم السلام. ليه? ليه? ده احنا لو في شركة فيها 15-20 موظف. وتعمل فيها من حد من المديرين كده في الموظفين بتوعه. اقسم بالله ما هي السلام. فما بالك ان انت بتتكلم على دولة. ودولة بحجم جمهورية نصر العربية. اللي ليها رئيس بحجم عبدالفتاح السيسي. واللي ليها مؤسسات بحجم الجيش المصري. وبحجم المخابرات المصرية العامة والحربية. وبحجم الامن الوطني. وبحجم الدخلية. وبحجم قضاءها الشامخ الكبير العفيف المضيف. وبحجم مؤسساتها التانية. صحة ووتمو. انت بتكلم يا جريري داني احنا احنا اكبار قوي. احنا اكبار قوي. احنا ما يدحكش علينا بفيديو تلت دقايق. وبلغين للنائب العام. واقلب وقالفت وهالفت الليلة. واطلع منها من الشعر ملعجينة. لا 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 لا. لا 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 لا. واحد يقول لي الحل ايه. الحل في غلط حصل امدارح. في غلط حصل امدارح. غلط حصل امدارح. غلط في البلد. في مؤسسات البلد. في رموز البلد. في قياداتنا فينا. في صلبنا. في سب وقصف واهانات تمت فينا. طلعت وظهرت. الواقعة حصلت. حاجة من اتنين. انت طالع بتنفي. مش بالبقى. المثل يقولك مش عارف جابه مين. قال له ايه. قال له احلف على المصحف. قال لي يا مش عارف ايه جالك الفرج. هنهزر. هنهزر. طب والمصحف الكريم انت. لا مش انا. لو انت. هينفش هينفع. وقع حصل. الفايصل ما بيننا بصمته الصوت. الفايصل ما بيننا بصمت الصوت. علشان حقنا كرجالة في مصر يجي. وحق الرجالة اللي بتدير النظام في البلد يجي.